الانتاج الحربي والنادي الاهلي عايز ابدأ معاك يا كابتن ايمن طبعا في البداية يعني تعلمنا كده جوه النادي الاهلي اللي اشتري النادي الاهلي النادي الاهلي اشتري واللي بيع النادي الاهلي نادي الاهلي عمرو ميزع عليه دي تعلمناه جوه النادي الاهلي قبل ما كلمك طبعا عن التشكيل ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية الاهلي بمن حضر وكل اللعيبة المتواجدة ثقاتنا كبيرة وثقة الجماهير اكبر في كل اللعيبة المتواجدة ان شاء الله بطولة الدوري باذن الله نقدر ان احنا نحسمها ومنها ان شاء الله لالبطولة الافريقية ادخل معك فاجوة المباراة كابتن ايمن طبعا في حراسة المرمى تشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي زي ما اكدنا وقلنا هو تشكيل الخاص بمباراة انبي هو تشكيل مباراة اليوم حراسة المرمى الشناوي خطت ظهر من الشمال اليمين علي معلول رامي ربيعة محمود متولي محمد هاني في الامام اليو ديانج وعمر السلية على الاطراف جونيور اجايي وجيرالدو امامهم محمد مجدي افشا وفي الهجوم مروان محسن الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي حمدي فتحي وليد سليمان باجي محمود وحيد احمد فتحي محمد فخري ومحمد شكري ومصطفى شبير وعلي لطفي يمكن زي ما اكدنا وقلنا خلاص لحظات ظهر تشكيل فريق النادي الاهلي واكيد لحظات بسيطة يكون مع زميلي فاروق صلاح تشكيل ايضا فريق الانتاج الحرب ان شاء الله باذن الله نادي الاهلي يكون موفق فيه مباراة اليوم يستمر فيه سلسلة الانتصارات وان شاء الله باذن الله يعني عندنا اتنين لعيبة باذن الله ما بقاش في اي انزارات اليوم يعني حرسين جدا نهاردة بالنسبة للعلي معلول ومحمد هاني عندهم انزارين شفنا ايمن اشرف غاب النهاردة على التلات انزارات لكن ان شاء الله باذن الله يكونوا حرسين النهاردة علي معلول ومحمد هاني ويبقاش في اي امور